موسيقى عزى المشاهدين طاب مساءكم وأهلا بكم في الحدث الانتخابي بعد الأولمبيات الانتخابي لم تدم غفوة المقاتل إلا سويعات بعدها هب اللاعبون الكبار ليمدوا مجساتهم يقيسوا نبض منافسيهم لبيان اتجاه ساياه أما اللاعبون الصغار ونقصد هنا الكتلة الضعيفة والتي دخلت ميدان التنافس بإمكانيات متواضعة لم نسمع عنها شيء سوى أنها تتطلع للنتيجة الحاسمة بسبب تصليط الأضواء على الكبار فقط ولم يكن في بال الإعلام إنها مهمة فيما لو وحدت صوتها وسلكت اتجاها واحدا مقعد هنا ومقعدان هناك وعند حليكي مثلها ومثلها عند ثاني يكون عديدها صوتا لا يستهانوا به فقد تكون حالة فقد تكون حالة ضاغطة ذات ثقل ليس بالهين ونستطيع القول إنما جمعته النملة في سنة يختفي في لطعة جمل دعونا عزان المشاهدين لمشاهد هذا الاستطلاع الذي أعده الزميل حسن فالح الحراك السياسي في ظل أجواء ضبابية من قبل قادة الكتل والكيانات السياسية قبل نتائج الانتخابات عدها مراقبون للشأن السياسي في البلاد أمرا ضروريا لكي يرى كل اتلاف أو كيان سياسي مدى حجمه وثقله في الساحة السياسية ليتسنى له التفاوض مع الكتل الأخرى إضافة إلى ذلك ليس بمقدور أي كتلة أو حزب سياسي تشكيل حكومة بمفردها إلا بالتحالف مع الكتل السياسية الأخرى أعتقد كل كيان أو كل حزب يعرف العقد التقريبي من الكراسي اللي حصل عليها من خلال المراقبين الموجودين في داخل هذه الانتخابات وهذا التحرك اللي هي الخطوة الثانية أن اعتبرها ضرورية لأن كل كيان راح وكل اتلاف راح يشوف مدى حجمه حتى على ضوء هذا الحجم ما لا يقدر يتفاوض مع الكيانات الأخرى أما إذا بقوا بهذه الطريقة ربما يفكرون قسم من هذه الكيانات ربما يتجه إلى تجاه آخر غير الكيان اللي دخلوا الانتخابات لذلك أصبح الضرورية أن يستعجلون في قيمة هذه التحالفات لا تستطيع أي كتلة من الكتل السياسية أن تنفرد بتشكيل حكومة أغلبية على حديثة اللي تطرأ في الساحة السياسية العراقية أنه حكومة أغلبية هذه الحكومة الأرابية أنا لا أعتقد كتلة من الكتل السياسية أن توفق في هذا الجانب إذا لم تكن هناك تحالفات مع كتل سياسية أخرى وتشكل هذه الكتل السياسية نصف زائد واحد وهي اللي تستطيع أن تشكل هذه الحكومة الحديث عن التحالفات والأحزاب السياسية التي حصلت على أصوات متواضعة من قبل الناخب العراقي ومدى حظوظ هذه التحالفات في الدخول إلى البرلمان والمشاركة في الحكومة المقبلة من الممكن أن تحقق هذه الكتل والتحالفات معارضة حقيقية وفعالة والذي سينعكس على المضي قدما بالبناء الصحيح للدولة المدنية الديمقراطية بحسب مراقبين فهذه الكتل أرى بأن لها مستقبل كبير في المعارضة في داخل البرلمان فهو المطلوب أن تكون حكومة لها متفقة ويكون لها معارضة قوية حتى نعيش مثل بقية البلدان وننعم بالديمقراطية والحريات كتل اللي جابت أرقام متواضعة خلي نقول ممكن تحصل مقعد أو حتى لو ما تحصل تحت قمة البرلمان يجب أن تكون معارضة وطنية حقيقية صارخة بوجه اللي ما رح يحدث بالمستقبل وشوفوا اليوم شين العملية العملية ميهم اليوم نحن ننظر إلى الحكومة القادمة والبرلمان القادم ما هو البرنامج الذي سوف يحققه والمعارضة هي حكومة الظل وهي الأساس حراك وتحالفات بين الكتل السياسية قبل نتائج الانتخابات على أمل أن تسم هذه التحالفات بالتسريع من تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع طياف الشعب العراقي بعد ظهور نتائج الانتخابات المرتقبة لبرنامج الحدث الانتخابي حسن فالح نحيي ضيوفنا في الحدث الانتخابي الدكتور علي رفيعي رئيس التحالف المدني الديمقراطي والسيد طه درع السعدي عن دولة القانون أهلا وسهلا بكم وأبدأ بسؤالي إلى الدكتور علي دكتور كتلتكم والكتل الصغيرة هي اليوم تشارك بالانتخابات وشاهدنا عدد كبير من الكتل الصغيرة شون تستقرؤون نتائج الانتخابات لكم؟ شكرا لك ولضيفك الكريم والمشاهدين قبل أن أجيب على السؤال يعني المقدمة يعني المقدمة كانت الكتل القوية والكتل الضعيفة لا أعلم ما هو مقياشكم في وصف هذه الكتلة قوية معيار القوة ومعيار الضعف أنا مقياش خلي أدخل بداية يعني خلي أدخل معاك بهذا الموضوع كنا نقصد بالكتل الكبيرة الكتل اللي هي لها وجود داخل البرلمان وداخل الحكومة وهذا اليوم شاهدنا كتل صغيرة جدا ما عندها لا دعم خارجي ولا عندها دعم سياسي وهذا اليوم تدخل بأفكار حتى تغير الواقع اللي موجود فنقصد بها ضعيفة أنت قصدتي الآن استعملت تعبير صغيرة وكبيرة مو ضعيفة يعني مثل ما أكرت الحقيقة بالنسبة للقوة والضعف يعني مدى ارتباطها بالناس يعني التيار الديمقراطي تمام الآن دخل لأول دخل المرة الثانية نحن بالتيار الديمقراطي التيار المدينة الديمقراطي دخلنا لأول مرة في انتخابات مجالس المحافظات وحصلنا على دعش مقعد في انتخابات مجالس المحافظات الذي يطبق بي لأول مرة نظام سال ليغو والآن كان هو مساعد جدا إلى هذه الكتل الصغيرة مع بعض المآخذ ولهذا لكنها ساعدت فعلا الكتل الذي تريد نتفق معه بالوصف الصغيرة الصغيرة والضعيفة الضعيفة لأما عندها لا تمويل ولا عندها جهة تقفوا لها هذا الجانب إذا منها جانب تمويل هذا الصحيح فالآن شاركنا في هذه الانتخابات التيار هذا موجود قبل أن ننزل في معركة انتخابية لكن التوجه المدني التوجه الديمقراطي موجود إلى جذوره في تاريخ العراق السياسي لأحزابه لكياناته لكن الآن تجمع كمعركة انتخابية هذه نعم نستطيع أن نقول لأول مرة لسنا بالقوة التي استمتع بيها القوائم الكبيرة هذا واضح يعني نعترف بها ولهذا نحن تحدثنا أنها ضعيفة بهذا المقوم الذي قصدنا لسنا بالقوة التي لدى القوائم دولة بيدها إمكاناتها المالية العالية إحنا بإمكانياتنا ما أريد أن أقول المعدومة المحدودة التي إحنا بنهتنا قدرنا نمشي حالنا ولذلك يعني النتائج نتوقع سؤالك نعم نتائج يعني الأولية يعني للتحالف المدني أو للكتل الصغيرة التي شاركت في الانتخابات بالتأكيد ليست ما رح نحصل على المقاعد التي تحصل عليها القوة يعني دولة القانون ولا المواطن التي هي معروفة بالساحة السياسية لكن لكن مؤشرات الأولية تشير إلى أن الكتل الصغيرة لم تحرز على عدد كافي من المقاعد هل هذا بسبب قانون ساند ليغو المعدل أم بسبب فهم الناخب هذا اليوم واتجاهه إلى الكتل الكبيرة هذا اليوم الناخب اتجاه إلى الكتل الكبيرة صح هل نقدر نقول دكتور أنه الانتخابات التي شاهدنا هذا اليوم شاهدنا انتخابات ديمقراطية احتمال الصير مثل الدول العالمية مثل أمريكا وأوروبا يتجه الناخب فقط إلى كتلتين كتلة مثل في بريطانيا كتلة المحافظ والعمال وأيضا في أمريكا الديمقراطي والجمهوري هذا اليوم بدأ الناخب العراقي هم يتجه إلى الكتل الكبيرة بس هذه بعد تجربة قرنين من الزمن إلا وصلوا إلى هذا الواقع الذي عيشوا الآن في أوروبا وفي أمريكا إحنا بداية سيدة العزيزة إحنا في بداية بشعب بتقارير الأمم المتحدة تقول ستة مليون أمي في العراق هذا إنسان الأمي غير المتعلم يقع تأثير اعتبارات عديدة يعني لما الكتلة فلانة تحصل على أرقام ترى بهذا الواقع الذي بي الاعتبارات المذهبية الاعتبارات العشائرية تلعب دور السلطة تلعب دور نعم فإحنا لسنا في وضع نستغرب من أنه أصواتنا ما تكون بقدر الأصوات الكبيرة هذا يعني الواقع الذي يقرأ الواقع العراقي الاجتماعي الشعب العراقي ما يستغرب يعني أنا أفهم من كلامك أنه أنت الشخص الناس الأميين اللي انتخبوا الكتل الكبيرة لا لا أنا أقوليش هذا واقع موجود هذا واقع موجود المتعلم غير الأمي المتعلم يعني فرج ماكو يقدر يستطيع لكن الأمي يقع تأثيرات يصوت أنا لا أقول أنه الأميين صوتوا للقائمة لأكبر قائمة وأصغر والتي تليها لا لكن أنا أقول هذا واقعنا الاجتماعي فرد العراقي يتأثر باعتبارات عديدة سانديقو المعدل هذه الجهة أثر القوائم صغير يعني نحن نرى سانديقو أنت فرصة لإلنا والقوائم الأخرى أنتها فرصة بالظهور على الساحة لكن في مجالس المحافظة كان أفضل هذا القانون لأن أنت فرصة أكبر وأفضل خليني أنتقل إلى السيد طاهدر هل كنتم تحسبون لهذه القوائم الصغيرة في دراساتكم وحساباتكم وستبياناتكم وجود قبل الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي ضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الكريمة أنا أعتقد مجلس النواب القادم يحتاج لمثل هذه الكتل حقيقة التجربة التي مرينا بها بالعام 2010 وتجربة التي سبقتها وجود هكذا كتل وإن كانت صغيرة في مجلس النواب بس الحقيقة في كثير من المواقف يعني غيرت اتجاهات في مجلس النواب ولذلك نحن نحتاج إلى مثل هذه الكتل وبالنفس الوقت نحن ندعمه يعني نحن نتمنى أنه هكذا شخصيات ممكن أن تصعد إلى مجلس النواب لكي لا يكون مجلس النواب يعني مقتصر على الأحزاب الكبيرة فقط ونتمنى أيضا لهذه الكتل عندما تذهب إلى مجلس النواب أن لا تبقى دعم مادي أو دعم معنوي لهذه الكتل الصغيرة حتى لو مثلا في إعلامية حقيقة بالمعركة الانتخابية كل جهة تركز على إمكانيات نعم هناك شخصيات مدنية شخصيات لبرالية كانت مع دولة القانون فحصت على يعني على الأقل على الدعم المعنوي باعتبارها ضمن دولة القانون لكن الكتل الأخرى المنافسة لدولة القانون بالتأكيد يعني هي إلها إلها خطها وإلها إمكانياتها وفي العراق سياق العمل هو هكذا أنه لا توجد هناك في موازنة الدولة مثلا هناك دعم للأحزاب دعم لمن يدخل الانتخابات بذلك يعني في حالة الانتخابات بالتأكيد ما رح يكون كدان ولكن نحن نتمنى أيضا أنه هكذا كتل تكون موجودة في مجلس النواب الحقيقة ونتمنى لها النجاح والموفقية وهي طبعا عندما أتت إلى مجلس النواب بتفويض من الشعب يعني الشعب العراقي انتخبها كلا شخصيات ويتمثل شريحة مهمة هل ستغير الخارطة السياسية القضية ليس سهل يعني اليوم الخارطة الانتخابية اليوم أو المعادلة الانتخابية يعني أنا أتحدث لو حصلت على 30 أو 40 مقعد شنو ردة الفعل وهي رح تغير الخارطة السياسية هل رح تكون هي قبة يعني قبة بيضة القبان اللي شكل الحكومة القادمة يعني إحنا بالنسبة لنا حقيقة التنفيذة والقانون ما رح نغضب ولا رح نزعل لو تحصل هكذا قائمة على 30 مقعد نتمنى لكن أكيد هناك واقع يعني هم يعرفون بالحقيقة هذه الكتل أنا أتحدث عن الكتل الصغيرة يعني هذا اليوم شاهدنا عدد كبير من الكتل الصغيرة اللي موجودة في الساحة الانتخابية الكتل الصغيرة في مجلس النواب إذا بقيت على حالها كل كتلة تمثل واحد واثنين وثلاثة بالتأكيد ما رح يكون لها تأثير لذلك أمامها مهمة في مجلس النواب هي يجب أن تتفق لتشكل كتلة بعد أن تتفق على برنامج وطبعا بالتأكيد وجود هكذا كتل في معارضة مهنية قوية أنا أعتقد هكذا كتل ممكن أن تمارس المعارضة بطريقة مهنية أكثر من قيارها لأن هناك كتل بالتجربة الماضية بالحقيقة يعني هي كانت في الحكومة تمارس دور المعارضة لذلك لم تكن مهنية معارضتها أنا أعتقد هذه الكتل إذا ما توحدت ممكن أن تمارس المعارضة بشكل مهني لأن إحنا محتاجين جدا أن تكون هناك قوة معارضة مهنية في مجلس النواب لكي تصوب مسارة لكن إذا نتحدث عن الكتل الرديفة للكتل الكبيرة يعني هذه أيضا راح تكون يعني أيضا بعد الانتخابات وبعد النتائج اللي موجودة راح تلتحق بالكتل الكبيرة هذه أيضا راح تقلل من الكتل الصغيرة من حجمها داخل مجلس النواب هذا الحقيقة الموضوع يعتمد على قناعة الكتل الفائزة اليوم مثلا الأخوة في التحالف المدنة الديمقراطية إذا كان خيارهم بعد الانتخابات أن يتلفون مع دولة القانون فهو خيار إذا اختاروا المائة تلفون فبالتأكيد خيارهم هذا محترم بالتأكيد فلذلك إذا اختارت هذه الكتل أن تبقى على حالها وتتفق لتشكيل كتلة خصها بالتأكيد هذا خيار ونعتقد خيار جيد أيضا في منجلس النواب لا ربما هناك كتل عندها رأي آخر أنها تتفق مع كتل كبيرة وهذا يأتي لكن إعلام تحدث أنه أكو كثير من الكتل الصغيرة كانت مدعومة من دولة القانون وهي كتل يعني مساندة لدولة القانون قوائم يعني طبعا قوائم صغيرة وكتل صغيرة يعني مثل ما شاهدنا يعني أسماء كثيرة أنت تتحدثين عن إعلام تقولين يعني إعلام يتحدث وبالتأكيد الإعلام هي تسريبات إعلامية مو بضرورة أن تكون حقيقة ولكن وجود شخصيات يعني كانت في دولة القانون تجمع الكفاءات مثلا الوفاء للعراق مثلا وجود شخصيات في دولة صغيرة وأيضا هذه القوائم هي تابعة لكتل هناك شخصيات في دولة القانون كونت قوائم وأرادت أن تستفاد من قانون سانتليغو المعدل ودخلة الانتخابات بالتأكيد هذه سوف تأتلف مع دولة القانون بعد غرور النتاج خلينا خلينا نتقل إلى الدكتور دكتور كتلكم سمكة صغيرة بين حيتان بحر السياسة ما هي ستراتيجيتكم للتعامل مع هذا الوضع أو هذا الواقع أعوذ بالله راح تبلعناها الحيتان طبعا نحن لازم نحافظ على برنامجنا الانتخابي لازم نحافظ على ثقة ناخبين يعني ثقة ناخبين هي أساسا نصبت على البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف المدني نعم فهذا خطنا نحن في وحالة وصولنا إلى البرلمان العراقي نحاول جهدنا أولا أنا أيد الأخ أعطاها بهذا الطرح يعني من الضروري أنه هذه اسميناها الكتل الصغيرة الموجودة العناصر الليبرالية التي تدعو لدولة مدنية موجودة في كل قوائم يعني حقيقة ضروري يعني أنا من هذا رأي أنه نتفيق نوحد يكون أنه في الصوت كتلة داخل البرلمان هذا هذا صحيح لكن أنا أريد أن أفهم المواطن أيضا يفهم هل هذه الكتل أو القوائم الصغيرة اللي موجودة قدرت تجتمع بيناتها تتحالف بيناتهم حتى يكونون لهم تأتي داخل قبة البرلمان هو هذا الذي نقول يعني بعد ظهور النتائج أو هناك قوائم صغيرة هي رديفة للقوائم الكبيرة لا الرديفة واضحة يعني الآن كلها يعني الشارع يعرف هذه القائمة مع دولة القانون هذه القائمة مع المواطن الشارع شخصياتها شخوصة يعني على رأسها معروفين حقيقة لا القوائم الأخرى يعني من رأينا أنه في البرلمان ينبغي أن يكون هناك صوت معارض في البرلمان ينبغي أن يكون هناك صوت يصوب أخطاء الحكومة رقيب على الحكومة إلى دور في التشريع البرلمان يعني الحياة البرلمانية مجلس النواب العراقلي مثل البرلمان. إلا دور المهم في التشريع والرقابة. أنا أريد أفهم شنو الأقرب لكم من الكتل استراتيجية الكتل الكبيرة أو قوائم الكبيرة. إحنا مع كل كتلة تكون قريبة من عدنا. إحنا قريبين من عدها. الكتلة تكون قريبة من عدنا. إحنا معها. وبقدر ما تبتعد. قريبة من عدكم. لو قريبة من المواطن. من منهجنا. إحنا نكون قريبين. وبقدر ما هي تبتعد إحنا أيضا بنفس المسافة نبتعد. كيف المعيار بهذا؟ هذا المعيار نقرر. إحنا معيارنا بالمواقف. يعني أكو الآن مجلس النواب راح تطرح مشاريع قوانين. مجاز مصالح. راح مواقف. إنا رأينا به. مصالحة. مصالح لا. مصالحة البلد. استقرار البلد. سلامة البلد. توفير فرص آمنة وحياة للناس. الدفاع عن ضمانات الاجتماعية المواطن العراقية. كتلة الكبيرة تدور على مصالحها أم على مصالحكم أو مصالحكم. كل الكتل تدعي أنها مثل ما نتكلمت. كل الكتل تدعي أنها دافع عن مصالح الوطن. لكن نحن نحتي على التجربة. نحن نحتي على التجربة. تجربة السنوات التي مرت باعتراف الكل. لكن أعدكم بيان يقر بفشل السلطة التنفيذية والتشرعية والقضايا. رئيس دولة رئيس الوزراء أكثر من مرة طلع وقال أكون فشل في الأداء. أكون محاصصة. هو أسير. رئيس الوزراء هو أسير للمحاصصة. أسير المحاصصة. هم اعتمدوا المحاصصة كأساس. لكنه كانوا أسرع في الأداء. أنت اليوم دولة رئيس الوزراء يطالد بحكومة أغلبية سياسية. أنا فهم من كلامك أنتوا ستتحالفون معهم بحكومة أغلبية سياسية. فهمت شيئا. بعد نحن نتحالف على أساس برنامج. نتحالف على أساس شروط. لأنه دعا إلى أغلبية سياسية. لكن هذا اليوم أنت تقول مقيد. هو من دعا إلى حكومة سياسية حتى يتخلص من القيود. بكرة دولة القانون تتفاوض معها. تتفاوض. يعني انتفق على شروط وبرنامج معين يحصل الاتفاق. مجرد أنه حتى نكون قريبين لأنها هي الكتلة الأقوى في البرلمان. لا. بشروط. سواء حصلنا على كذا الصوت أو أكثر. لازم يكون أنه موقف متميز. ناخبين يطالبون أن يكون موقف متميز بالبرلمان العراقي. إن شاء الله. دعا ننتقل. نريد أن نرفع التحالف المدني ستراتيجيا قريبين على دولة القانون. يعني نحن في دولة القانون الحقيقة. في بناء دولة أقصد. نعم. نعم. أولا نحن نؤمن بالدولة المدنية لأنه دستور العراقي واضح. لكن البعض يفتهم الدولة المدنية هي الألمانية. لا. الدولة المدنية غير الشكل. الآن لو نرجع يعني الكل يطرح مشروعة للدولة العراقية. ولكن حقيقة هوية الدولة العراقية واضحة من خلال الدستور. كيف تبنى الدولة العراقية وشو تبنى مؤسساتها موجودة بالدستور. الخلل اليوم. هذا التشوه الموجود في صورة الدولة العراقية هو الخلل في تطبيق الدستور وعدم الالتزام بالدستور. لذلك نحن عندما نطرح اليوم نقول نحن متمسكين بحكومة الأغلبية السياسية وهذه الأغلبية السياسية تتشكل الحكومة. يجب أن تكون أغلبية برلمانية متجانسة لديها برنامج حكومي واضح. مع من ستتحالفون لتكونوا هذه الأغلبية البرلمانية؟ عدنا برنامجنا الحكومي. وعدنا رؤيتنا لحكومة الأغلبية السياسية. ونجري تفاهمات وحوارات مع كل الكتل السياسية. لا يوجد خطوط حمراء على أي كتلة؟ لا يوجد خطوط حمراء. لأنه حقيقة اليوم نتائج الأولية واضحة أن الكتلة الأكبر هي دولة القانون. فلذلك نحن نطرح ما لدينا للكتل ليقتنع بهذا البرنامج. وصير تفاهمات عادية بالتأكيد سيكون ضمن هذه الكتلة البرلمانية. وهذه الكتلة يجب أن تنبثق منها الرئاسات الثلاثة. ليس فقط رئيس الوزراء. حتى تكون مؤسسات الدولة الرئيسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ويوجد تناغم بالأداء حتى مع مجلس النواب. اليوم مجلس النواب الحقيقة ورئاسة مجلس النواب معرقلة جدا وكأنه الحكومة ند وضد الحكومة. لذلك يجب أن نغادل هذه المسألة. رئيس الوزراء يجب أن يعطى صلاحية اختيار وزراء. وعلى أساس الكفاءة. على أساس النزاهة. القدرة على قيادة الوزارة. وبرنامج واضح يذهب إلى مجلس النواب يصوت عليه. عند ذاك من حق المعارضة في مجلس النواب. نسمع الأصوات عالية ضد أنه يكون رئيس الوزراء يتولى ولاية ثالثة. ومثل ما سمعت بالإعلام من بعض الكتل اللي هما يشكلون التحالف الوطني مع دولة القانون. تعرفين الموضوع متعلق بإرادة الناخب العراقي. اليوم لما يفرز المواطن العراقي. معادلة معينة. شخص قوي بكتلة قوية. هل يستطيع أحد يأتي بعد هذه النتائج ويقول لا نريد هذا الشخص؟ معادلة الانتخابي هي اللي تحكم. لما يأتي الشعب العراقي ويصوت لرجل أكثر من مليون شخص. هل منحق بعد يجي واحد زعيم سياسي يقول أنا ما ريدل هذا ما قدر تفاهمه يا؟ أنت دا ما تقدر تفاهمه يا. عندك معارضة بالبرلمان. يذهب شكل معارضة بالحقيقة. لذلك هذه المواقف الشخصية من رئيس الوزراء. أنا بتقديري هي مواقف شخصية بعض الزعماء السياسيين. وحتى ما أنصفه لهذا الرجل لما شكل الحكومة في عام 2010 ما خلوه يختار وزراء ولم يرشح وزراء بمهنية عالية ولم يكن الوزير يأتمر بأمر رئيس الحكومة. وإنما أمره بأمر الكتلة. والكتلة كان إلها وزراء في مجلس الوزراء. يصوتون على قوانين في مجلس الوزراء. وتذهب الكتلة تعارض هذا الأمر في هذه الفوضى في عملية تشكيل الحكومة هي التي حقيقة عرقلت الكثير من الإنجازات. من سيكون كلفاكم في الحكومة القادمة؟ اليوم حقيقة كل من يتفق مع دولة القانون في برنامجها وفي رؤيتها لحكومة الأغلبية السياسية ممكن أن يكون حلفان في المرحلة المقبلية. خليل أنتقل إلى الاتصال معي اسمحوا أهلا وسهلا بك السيد بهاء المياحي عن ائتلاف العراق. أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا يا مرحبا سؤالي هو انفراط عقد التحالفات الكبيرة التي كانت تتسيد الساحة. هل أتاح لكم المجال في حشر طموحاتكم ونظرياتكم ببناء الدولة ضمن هذه التصدعات؟ أنا لا أسمع الصوت حاليا لا لا أسمع بقي السؤال أنا أتحدث أعيد لك السؤال انفراط عقد التحالفات الكبيرة التي كانت تتسيد الساحة. هل أتاح لكم المجال في حشر طموحاتكم ونظرياتكم ببناء الدولة ضمن هذه التصدعات؟ بداية تحياتي لك ولأخي دكتور علي وأيضا لأستاذ طاه الموضوع الذي تتحدثين عنه في الواقع دعيني أقول أن هذه الانتخابات التجارة الأسبوع الماضي هي في الحقيقة تختلف عن الدورات السابقة لحقائق أخرى حقائق جديدة حقيقة ظهرت في الشارع السياسي العراقي حتى الكتل الكبيرة كان عملت على استقطاب يعني كفاءات لبرالية وأشخاص لبراليون الكثار وهذا أعتقد واضح لكل المواطنين العراقين أن كل الكتل كبيرة حاولت اجتذاب العديد من اللبراليين والعلمانين إلى كتلها فيما يتعلق بالكتل الصغيرة كإتلاف العراق أو الكيار المدينة طبعا كلمة صغيرة أو كبيرة أنا أثبت مع أخي بسرعلي لنتحدث بعد ما تمر النتائج ونرى الحجم الحقيقي لهذه الكتل لكن مشاركة هذه الكتل في الانتخابات وما يتوقع لها أن تحزه من نجاح في الواقع سوف يكون له أثر كبير في الشارع السياسي العراقي وأيضا على كفاءة الأداء تحت قمة البرلمان لكن سيد بها من مصادرنا الخاصة يعني أنه شفنا النتائج للكتل الصغيرة اللي موجودة ما تتجاوز أعلى كتلة إلى تسعة أو عشرة يعني أعلى كتلة هذه يعني من الكتل الصغيرة تسمع سيد بها الآن آخر السؤال آخر السؤال ما سمعت أقلك من مصادرنا الخاص يعني أعلمنا أن الكتل الصغيرة اللي موجودة هذا اليوم يعني أعلى كتلة حصلت على تقريبا تسع مقاعد إلى ثمانية أو عشر مقاعد بالأكثر يعني هذه الكتل الصغيرة اللي موجودة يعني شنو اللي راح تعمل حتى إن صحة حتى إن صحة ما تحدثي عنها عن حجم النجاحات الذي أحرزته هذه الكتل وهو في الواقع يعبر أو يعتبر في الواقع نجاح كبير لهذه الكتل في اختراق الحاجز الذي فرض على أشارع عراقي من قبل أحزاب كبيرة فقط دخول هذه الكتل للبرلمان العراقي وربما يجعلها تكون بيضة القبان لا نعلم لا نعلم ما هي الخيطة نحن أمام طارقة سياسية جديدة هناك لبراليون دخل البرلمان وبصفة لبرالية معلنة مع لما كان لبراليون حقيقة لا يعني يتحدثون عن وجود تيار لبرالي الآن بكل صراحة تتحدث هذه الكتل عن تيار لبرالي وقيام دولة مدنية واضحة المعالم وأيضا نحن مع حكومة أغلبية وليس محاصصة المحاصصة في الواقع بعد كل هذه السنين دمرت القيامة الدولة العراقية نتيجة المحاصصة السياسية نحن مع حكومة أغلبية برلمانية حتى وإن كانت هذه الكتل أو هذه الاتلافات اللبرالية تبقى خارج الحكومة لكن عندي سؤال هل راح توحدون جهودكم أنتم الكتل الصغيرة داخل قبة البرلمان أو قد تتهمها؟ من المبتر الحديث حقيقة عن يعني قيام حلف معين مع هذه الكتلة أو تلك أنا ما أسمع ما أسمع ما أسمعت آخر شيء تحدثت عن تلفزيون نخلي صامت أتحدث معك هل أنتم الكتل الصغيرة ستتوحدون في قبة البرلمان وتشكلون رأي قوي داخل قبة البرلمان طالما أنتم نفسي اتجاه؟ هناك قاسم مشترك يجمع الكتل الليبرالية هناك عامل مشترك يجمع كافة الكتل الليبرالية وهو قيام دولة مدنية وبالتالي هناك عامل مشتركة كثيرة حقيقة تجمع هذه الكتل ومن مصلحتها أن تكون مع بعضها لا ألعب ولكن أكرر مرة أخرى وأقول من المبكر الحديث الآن عن قيام تحالفات من قبل التيارات الليبرالية داخل قبة البرلمان أو حتى الأحزاب الأخرى الساحة السياسية العراقية اليوم حقيقة مشوشة هناك كل كتل تتكلم عن ما سيحدث وكيف ستكون النتائج بعد ظهور النتائج يمكن في هذه الحالة الحديث عن أمور واقعية عن سياسة واقعية عن تكتلات ربما تكون جديدة الشارع السياسي والأحزاب اليوم حقيقة الكل يتحدث عن انتصارات والكل يتحدث عن إحراج تقدم نحن نعلم أن هناك كتلة كبيرة ستكون داخل قبة البرلمان بكل تأكيد شكرا جزيلا إليك أستاذ بها شكرا جزيلا إليك شكرا أنتقل إلى الدكتور علي دكتور علي طالما أنتم نفس الاتجاه ليش ما تكونوا أصطفافات قوية داخل قبة البرلمان مع هذه الكتلة أنا ذكرت بالحديث أنه من الضروري موجودين عناصر تدعو لدولة مدنية عناصر لبرالية نتفق بالخطوط العامة من مصلحتنا لأننا أريد أن نشكل مصلحت الجميع أن نكون هناك كتلة متميزة في البرلمان العراقي تعتمد منهج برنامج في عملها داخل البرلمان لكن السؤال تعود المواطن العراقي من بعض الكتل أن الشعارات والبرامج الانتخابية اللي موجودة تتبخر عند الدخول إلى قبة البرلمان وتتحول إلى مصالح ومناصب هل أنتم ستكونون مختلفين عن المنهج أو النهج اللي يمشون عليه البعض والله يعني أنا أصور منهج نساء ما أريد أذكر المنهج لكن ناخبين حينما انتخبوا يعني ويفترض أي قائمة لهم زقة بالمرشحين لهم ثقة هذه الثقة مبنية على سمعتهم هذه الثقة مبنية على شخصياتهم هذه الثقة مبنية على سلوكهم سلوكهم وأداءهم وبالتالي يعني ما أريد أنفي وأقطع لكنه هذه الثقة سيكونون المرشحين في هذه القائمة جديرين بالثقة وعد حسن ظن ناخبينهم لكن لا المغريات يجب أن نبتعد عن المغريات قوتنا بابتعادنا عن المغريات ثروتنا بسمعتنا ثروتنا بسمعتنا سنشوفكم معارضة قوية داخل البرلمان إن شاء الله ننتظر برلمان وانتراك بأداء التحالف المدني الديمقراطي معارضة قوية لكل حادث حديث سيكون موقف البرلمان إن شاء الله من خلال المرشحين الذين سيحصلون على مقاعد إن شاء الله نتمنى أن البرلمان دائما يكون صوت الشعب انتبعنا صوتك أنا كان صوت إن شاء الله أستاذ طاها بيان للتحالف المدني يقول القوة السياسية المتنفدة استغلت السلطة بالصراعات الفئوية والانفراد بتخرير مصير البلاد هذا البيان أثناء الانتخابات أعتقد ولذلك الحديث أثناء الانتخابات يختلف يعني كل الحديث حق الانتخابات يختلف كل الكتل السياسي أثناء المناخ الانتخابي والجو الانتخابي خطابها مختلف بالحقيقة يجب أن نراعي هذه الحقيقة هو يريد يبرر يعني من عنده أي جهة سياسية تريد أن تبرر لناخبيها وتريد أن توصل رسالتها لناخبيها ويعدها رؤية بالحقيقة مو بالضرورة هذه الرؤية هي صحيحة وإنما هي رؤيتها أن الواقع يسير بهذا الاتجاه نحن طبعا حتى في قضية البرامج الانتخابية يعني أكو كتل يفترض أن هي تعرف نفسها أنه هي مرحة تشكل حكومة فمو من المنطقي أنه تطرح للناخ برنامج حكومي هي تعرف نفسها ممكن أن تكون معارضة في البرلمان أو تكون كتلة برلمانية ممكن أن يركز برنامجها الانتخابي على دورها في البرلمان كيف تفعل الدور الرقابي والدور التشريع لكن كثير من البرامج سمعناها قبل الانتخابات هذا اليوم تقول الكلام كله قبل الانتخابات اتبخها يعني هذه كارثة الموافر لا الحقيقة في دولة القانون عندنا تجربة في إدارة الدولة وبرنامجنا الانتخابي استوعب الأخطاء التي مرت بها التجربة وطورها لذلك عندما نطرح برنامج حكومي لإدارة حكومة من منطلق واقع بالحقيقة لكن دعنا نتحدث بموضوع مهم على الانتخابات وأنتم ككتلة أكبر هذا اليوم في الانتخابات يعني بالأصوات التي حصلتم عليها لكن آخر تصريح للسيد الدكتور عياد علاوي شكك بالنتائج الانتخابات وبنزاهتها يعني أريد أعرف المواطن يعرف شنو أدلتكم على نزاهة هذه الانتخابات وأن دولة القانون هي من حصل أعلى الأصوات أول مرة خلن نرجع إلى كل تصريحات الدكتور عياد علاوي سنجد أن الدكتور عياد علاوي يشكك في كل الحالات الموجودة بالإعراق لكن بعض السياسين أيضا يشككوا في نزاهة الانتخابات اليوم الانتخابات أجريت وأجريت بطريقة أنا أعتقد اليوم بطريقة أكثر نزاهة من أي انتخابات سالقة إذا أكو خروقات موجودة فيجب أن تكون هناك وسائل قانونية بهذا الاتجاه أما أنه رجل يشكك بنزاهة الانتخابات قبل أن تعلن النتائج وعندما يسأل يقولون أنت كم حصلت بلهم أنا مو فتاح فال حتى أعرف النتائج مالتي واضح أن هذا الرجل هو ما عنده تصور حقيقي عن آليات لكننا دعونا نتحدث أيضا ليس فقط الدكتور عياد علاوي من تحدث أو شكك بنزاهة الانتخابات كثير من السياسيين والقواء أيضا والكتل شككت في هذه النتائج بالعراق للأسف الشديد يعني الكتلة التي تعتقد نفسها لا تحصل على المقاعد التي تحلم بها وتريدها تشكك في نزاهة الانتخابات التشكيك شيء في الإعلام ومن الناحية الواقعية هناك ممارسات قانونية ودستورية تستطيع أن تلجأ إليها أي كتلة تجد أن هناك خروقات موجودة في الانتخابات من حق تقدم شكوى من حق أن يتابع هذا الموضوع هذا الطريق أما التشكيك مسبق بالحقيقة تعودنا عليه في كل انتخابات العراقية أنا أعتقد الخاسر هو الذي يشكك في نتائج الانتخابات أداني ينتقل إلى الدكتور دكتور كيف تنظر إلى الخارطة السياسية بعد النتائج أقصد بعد النتائج يعني لحد الآن الخارطة ترتبط بنتائج الانتخابات بس هي الآن مثل ما تكلم الأخونا الأستاذ بهاء المياه أنه مضببة يعني الآن مواضحة فننتظر ما تفرزه النتائج التي ستعلن المفوضية للانتخابات وشنو وضع التحالفات السياسية بعد ذلك من الآن يعني من الصعوبة نذكر أنه نمطي صورة واضحة للخارطة السياسية في العراق أنا هل تصور يعني ننتظر النتائج وتتوضح الأمور بعد ذلك أكثر يعني يعني السيناريو اللي راح نشاهده داخل الحكومة الجديدة راح يتغير لو نفس السيناريو القديم الآن التحالف الوطني التحالف الوطني الآن نزل بثلاث قوائم وراء أكثر من قائمة يعني كان سابق نازل بقائمة وقائمتين كذا الآن نزل بعدة قوائم الدوافع عديدة يعني الدوافع ليش نزلوا يحصلون على أصوات وتضعب بعد ذلك إلى دولة القانون المقربة من دولة القانون نعم أكثر اختلافات يعني بين الكتلة المواطن وبين كتلة الأحرار مع دولة القانون واضحة هذه في يا ترى هل طبعا من راح تطلع النتائج وتبين قوة كل واحد من عدهم رصيدة الانتخاب جيد هل فعلا مثل ما يعلنون أنه هم الآن مو مع تجديد ولاية ثالثة هل راح يكونوا على نفس الموقف من حق العراق إن الساعل هذا الطرح ينطرح بالشارع أنه أنت حشيتوا وذكرتوا يعني أنا أفهم من كلامك أنه هناك اتفاقيات خلف الكواليس لا لا ما هذا لقصدة هل فعلا ما يعلنون الآن خلال الحملة الانتخابية وين هي مثل ما ذكر الأخطاء خلال الحملة الانتخابية الإعلان هو لمصلحة الكسب يعني الكسب الانتخابي لكن هل هذا موقف سياسي بعض ظهور النتائج أو لا نحن نسائل من حقنا نسائل أيدا عرفانا أنتو أين ستقفون نحن نقف مثل ما ذكرت لك نقف مع البرنامج القريب لنا نقف مع البرنامج نحن عندنا موقف واضح نحن ضد المحاصصة تجربة المحاصصة التي فشلت ومزقت النسيج الاجتماعي حاورت نسيج الاجتماعي على البلاد نحن لسنا معها إطلاقا نحن مع مشروع وطني مع دولة مدنية تقدم العراقيين هذا هو مشروعنا أنتقل إلى القرب من هذا التوجه نحن أنتقل إلى السيد مقاعد القوائم الصغيرة تأثر على الولايات الثالثة بصراحة لا نحن ما عدنا شك وما عدنا قلق من هذا الموضوع بالحقيقة لماذا؟ لا يوجد قلق بهذا الموضوع يعني يعني ما سبب؟ يعني أولا نحن واثقين أن نتائجنا نتائج ستكون مفاجئة للآخرين حقيقة عدنا برنامج وعدنا رؤية لبناء دولة ومفتحين على كل القوائم باشر لما نقعد ويا الدكتور ويا الآخرين واتحدث عن برنامجنا ربما يصير قناعه وصير تقارب به هذا الموضوع فلذلك نحن مقلقين من وجود قوائم صغيرة بالعكس نعتبر وجود هذه القوائم الصغيرة مهمة ومفيدة بالبرلمان وأبد ما نعتبرها ند بالنسبة إنا بل على العكس ما زلنا نتعامل بالكم وليس بالتصويت القردي يعني هو سياقات الديمقراطية في العراق يعني يفترض أن تصحح هذه الأمور يفترض يعني نصل إلى شان نصححها يعني يفترض طبعا هذا الموضوع يعتمد على جملة حوامل أنا بتقديري الوعي الناخب العراقي إلى دور القانون الانتخابي إلى دور ومفوضية الانتخابات وآلياتها وتوفير مستلزمات انتخابات نزيهة وحرة وشفافة إلى دور بهذا الموضوع أنا أعتقد كل مرحلة انتخابية سوف نقطع خطوة باتجاه أن يكون فعلا ولاء النائب العراقي لناخبه ربما نصل في يوم من الأيام إلى أن تكون هناك دوائر انتخابية بعدد أعضاء مجلس نواب العراقي بحيث يكون النائب ولاء للمواطن العراقي ربما نصل يعني رح يجينا هذا اليوم ونشوف النائب ولاء للمواطن العراقي بعيدا عن الكتلة والحزب والطائفة يعني أنا أعتقد سيأتي هذا اليوم ولكن نحتاج إلى يعني سنين طويلة لكي تنضج التجربة التجربة الديمقراطية في العراق بهذا الاستجاه خلينا ننتقل إلى رح يجينا هذا اليوم دكتور أن المواطن البرلماني العراقي رح يكون حزب المواطن العراقي بعيدا عن الكتلة والحزب والانتماءات الأخرى هو هذا هذا أملنا هو هذا هدفنا الكل ينبغي أن تسعى للوصول إلى هذا الهدف النائب ابن الوطن والأسيق بأبناء الوطن نائب يأتي لخدمة المواطنين نحن ما نحتاج شعارات هذا اليوم نحتاج تطبيق على أرض الواقع فعلا يعني هذا المواطن يحتاج تطبيق على أرض الواقع مثليش مثل فدمن سبن طين عنديش فدمن يعني ما نصل سيادي راعي قبل التحالف المدني الديمقراطي أنه يدخل بالحكومة أن يبقى معاقب نحن ما مقررين لحد الآن ما مقررين هذا المسألة لم نناقشها ما مقررين مسألة الدخولنا بالحكومة نحن موقفنا ممثل مذكرت أكثر من مرة تحدثت لتحضرتك نحن هذا موقفنا موقفنا ضد المشاريع الطائفية موقفنا مع دولة مدنية مع دولة تحترم الإنسان وحقوق الإنسان قد يقولونها شعارات عامة لا هذه شعارات مهمة هذه دستورنا العراقي التي يتجمون بها مذكورة بالدستور نحاول نعمل على تطبيقها نحاول محاكفنا مع الآخرين الذين يتبقونها في الرؤى معهم لهذا اليوم ما عندنا نضوج سياسي يعني الكل يرفض المعارضة داخل البرلمان الكل يريد يشارك بالحكومة العراقية وهذه مشكلة يعني ماكو كتل تقبل المعارضة تكون بالبرلمان يعني ثمان سنوات التجربة ليست يعني أمر قياسة للزمن لا شيء ثمان سنوات يراد سنوات طويلة يلا نهيئ مواطننا للديمقراطية وشو نقبلها ويفهمها ومن يروح لصندوق الاقتراع هو عن قناعة صوت لهذا الشخص يراد لها تربية وتوجيه يراد لها سنين ولذلك المفروض بكل الأحزاب أن تربي الناس توجيه الناس نحو هذا مو القصد الكسب الانتخابي يعني تتوقع أن الانتخابات القادمة دكتور الانتخابات القادمة راح تكون للكتل الصغيرة يعني الكتل الصغيرة هذا واضح جدا تاريخ الحياة السياسية دائما الكتل الصغيرة تنمو بقدر مواقفها مع المواطنين تنمو بقدر تعبيرها عن أهموم المواطن هذا متوقع مستقبل دعني أنتقل إلى السيدة أريد عرف شي تقدمون ضمانات هذا اليوم للمواطن العراقي لانتخابكم يعني نحن حقيقة نقول للمواطن العراقي الأخطاء التي رافقت تشكيل الحكومة في المرحلة الماضية والتي كانت السبب الحقيقي في الإخفاقات اليوم التي عيشها الواقع العراقي بالتأكيد سنعمل جاهدين على أن لا تتكرر طبعا بالتأكيد هذا يعتمد على قوتنا وقوة نتائجنا نحن الآن نتائج إن شاء الله جيدة جدا في هذا الجانب عندما نكون أقوياء سوف لن نقبل بحكومة محاصصة هذه الحكومة التي هي أساس كل مشاكل العراق وسوف لن نقبل أن تكون السلطة كيكة وغنيمة لكتل سياسية تتعامل مع المناصب على أساس هي هذه غنيمة للأحزاء لكن سؤال مهم جدا إذا الكتل داخل قبة البرلمان تحالفت فيما بينها وأصبحت دولة القانون هي المعارضة هل ستتخبرون هذا الموضوع؟ هل ستكون دولة القانون معارضة داخل قبة البرلمان هو الوضع الديمقراطي هكذا هي حالة الديمقراطية هكذا من يستطيع أن يكون الكتلة الأكبر بعد الاتخابات سيشكل حكومة نحن لا لدينا شك ولا لدينا قلق بأننا سوف نشكل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تنبثق منها الرئاسات الثلاثة شكرا جزيلا في الختام نحي ضيوفي كل من ساهم معنا في حلقة اليوم الدكتور علي رفيعي رئيس التحالف المدني الديمقراطي والسيد طاها درع عن دولة القانون وأنتم مشاهدين الأعزاء كونوا معنا دائما والحدث الانتخابي إلى اللقاء اشتركوا في القناة